بسم الله الرحمن الرحيم قال طرفة بن العبد البكري لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد خولة اسم امرأة كلبية ذكر ذلك هشام بن الكلبي والطلل ما شخص من آثار الدار والجمع أطلال وطلول والبرقة والأبرق والبرقاء مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصى والجمع الأبارق والبراق والبرق إذا حمل على معنى البقعة والأرض قيل البرقاء وإذا حمل على المكان أو الموضع قيل الأبرق فهمد موضع تلوح تلمع واللوح اللمعان الوشم غرز ظاهر اليد وغيره بالإبرة وحشو المغارز بالكحل أو النقس أو النيلج والفعل منه وشم يشم وشما ثم يجعل الوشم اسما لتلك النقوش ويجمع بالوشام والوشوم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة فالواشمة هي التي تشم اليد والمستوشمة هي التي تسأل أن يفعل بها ذلك ثم يبالغ فيقال وشما يوشم توشيما إذا تكرر ذلك منه وكثر يقول لهذه المرأة أطلال ديار بالموضع الذي اختلط الحجارة والتراب من ثهمد تلمع تلك الأطلال لمعان بقايا الوشم في ظهر الكف شبه لمعان آثار ديارها ووضوحها بلمعان آثار الوشم في ظهر الكف وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي تفسير البيت هنا كتفسيره في قصيدة امرئ القيس والتجلد تكلف الجلادة وهو التصبر كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي الحج مركب من مراكب النساء والجمع أحداج وحدوج والحداجة مثله وجمعها حدائج والمالكية منسوبة إلى بني مالك قبيلة من كلب والخلايا جمع الخلية وهي السفينة العظيمة والسفين جمع سفينة ثم يجمع السفين على السفن وقد يكون السفين واحدا وتجمع السفينة على السفاء والنواصف جمع وهي أماكن تتسع من نواحي الأودية أمثال السكك وغيرها ودد قيل هو اسم واد في هذا البيت وقيل دد مثل يد ودد مثل عصن ودد مثل بدن هذه الثلاثة بمعنى اللهو واللعب يقول كأن مراكب العشيقة المالكية غدوة فراقها بنواحي وادي دد سفن عظام شبه الإبل وعليها الهوادج بالسفن العظام وقيل بل معناه حسبتها سفنا عظاما من فرط لهوي وشدة ولهي وهذا إذا حملت ددا على اللهو وإن حملته على أنه واد بعينه فمعناه على القول الأول عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي عدولا قبيلة من أهل البحرين وابن يامن رجل من أهلها وروا أبو عبيدة ابن نبتل وهو رجل آخر منهم والجور العدول عن الطريق والباء هنا للتعدية والطور التارة والجمع الأطوار يقول هذه السفن التي تشبهها هذه الإبل من سفن هذه القبيلة أو من سفن هذا الرجل والملاح يجريها تارة على استواء واهتداء وتارة يعدل بها فيميلها عن سنن الاستواء فكذلك الحداة تارة يسوقون هذه الإبل على سمت الطريق وتارة يميلونها عن الطريق ليختصروا المسافة وخص سفن هذه القبيلة وهذا الرجل لعظمها وضخمها ثم شبه سوق الإبل تارة على الطريق وتارة على غير الطريق بإجراء الملاح السفينة مرة على سمت الطريق ومرة عادلا عن ذلك السمت يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربى المفايل باليد حباب الماء أمواجه الواحدة حبابه والحيزوم والحزيم الصدر والجمع الحيازيم والتراب والترباء والتورب والتيرب والتوراب والتيراب واحد ثم يجمع التراب على أتربة وتربان وتربان والترباء على الترب ذكر هذا كله ابن الأنباري والفيال ضرب من اللعب وهو أن يجمع التراب فيدفن فيه شيء ثم يجعل التراب نصفين ويسأل عن الدفين في أيهما هو فمن أصاب قمر ومن أخطأ قمر يقال فايل الرجل يفايل مفايلة وفيالة إذا لعب بهذا الضرب من اللعب شبه شق السفن الماء بصدرها بشق المفايل التراب المجموعة بيده وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي الأحوى الذي في شفتيه سمرة والأنثى الحواء والجمع الحو والمرد ثمر الأراك والشادن الغزال الذي قوي واستغنى عن أمه والمظاهر الذي لبس ثوبا فوق ثوب أو درعا فوق درع أو عقدا فوق عقب والسمط الخيط الذي نظمت فيه الجواهر والجمع السموت يقول وفي الحي حبيب يشبه ضبيا أحوى في كحل العينين وسمرة الشفتين في حال نفض الضبي ثمر الأراك وخص تلك الحال لأنه يمد عنقه في تلك الحال ثم صرح بأنه يريد إنسانا وقال قد لبس عقدين أحدهما من اللؤلؤ والآخر من الزبرجد يشبهه بالضبي في ثلاثة أشياء كحل العينين وحوة الشفتين وحسن الجيد ثم أخبر أنه متحل بعقدين من لؤلؤ وزبرجد خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي خذول أي قد خذلت أولادها تراعي ربربا أي ترعى معه والربرب القطيع من الضباء وبقر الوحش والخميلة رملة منبتة وقال الأصمعي هي أرض ذات شجر والجمع الخمائل والبرير ثمر الأراك والواحدة بريرة والارتداء والتردي لبس الرداء يقول هذه الضبية التي أشبهها الحبيب ضبية خذلت أولادها وذهبت مع صواحبها في قطيع من الضباء ترعى معها في أرض ذات شجر أو رملة منبتة تتناول أطراف الثمر الأراك وتتردى بأغصانه وإنما خص تلك الحال لمدها عنقها إلى ثمر الشجرة شبه طول عنق الحبيب وحسنه بذلك وتبسم عن ألمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي الألمى الذي يضرب لون شفتيه إلى السواد والأنثى لمياء والجمع لميون والمصدر اللمى والفعل لمي يلمى والبسم والابتسام والتبسم واحد كأن منورا يعني كأن أقحوانا منورا فحذف الموصوف اجتزاءا بدلالة الصفة عليه ونور النبت إذا خرج نوره فهو منور وحر كل شيء خالصه والدعص الكثيب من الرمل والجمع الأدعاص والندى دون الابتلال والفعل ندي يندى ندا ونديته تندية يقول وتبسم الحبيبة عن ثغر ألم الشفتين كأنه أقحوان خرج نوره في دعص الند يكون ذلك الدعص فيما بين رمل خالص لا يخالطه تراب وإنما جعله نديا ليكون الأقحوان ناظرا غضا شبه ثغرها بالأقحوان وشرط لمس شفتين ليكون أبلغ في بريق الثغر وشرط كون الأقحوان في دعص الند لما ذكرنا وتقدير الكلام كأن أقحوانا منورا تخلل دعص له ند حر الرمل ثغرها فحذف الخبر سقته إيات الشمس إلا لثاته أصف ولم تكدم عليه بإثمدي إيات الشمس وإياها شعاعها واللثة مغرز الأسنان والجمع اللثات والإسفاف إفعال من سففت الشيء أسفه سفا والإثمد الكحل والكدم العب ثم وصف ثغرها فقال سقاه شعاع الشمس أي كأن الشمس أعارته ضوءها ثم قال إلا لثاته يستثني اللثات لأنه لا يستحب بريقها ثم قال أسف عليه الإثمد أي ذر الإثمد على اللثة ولم تكدم بأسنانها على شيء يؤثر فيها وتقديره أسف بإثمد ولم تكدم عليه بشيء ونساء العرب تذر الإثمد على الشفاه واللثات فيكون ذلك أشد للمعان الأسنان ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد التخدد التشنج والتغض يقول وتبسم عن وجه كأن الشمس كسته ضياءها وجمالها فاستعار لضياء الشمس اسم الرداء ثم ذكر أن وجهها نقي اللون غير متشنج متغض وصف وجهها بكمال الضياء والنقاء والنظارة وجر الوجه عطفا على ألمى وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي الاحتضار والحضور واحد والعوجاء الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط نشاطها والمرقال مبالغة مرقل من الإرقال وهو بين السير والعدو يقول وإني لأمضي هممي وأنفذ إرادتي عند حضورها بناقة نشيطة في سيرها تخب خببا وتذمل ذميلا في رواحها وغداتها يريد أنها تصل سير الليل بسير النهار وسير النهار بسير الليل يقول وإني لأنفذ هممي عند حضورها بإتعاب ناقة مسرعة في سيرها أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي الأمون التي يؤمن عثارها والإيران التابوت العظيم نصأتها بالصادي زجرتها ونسأتها بالسين أي ضربتها بالمنسأة وهي العصاء واللاحب الطريق الواضح والبرجد كساء مخطط يقول هذه الناقة موثقة الخلق يؤمن عثارها في سيرها وعدوها وعظامها كألواح التابوت العظيم ضربتها بالمنسأة على طريق واضح كأنه كساء في عرضه يريد أنه يمضي هممه بناقة موثقة الخلق يؤمن عثارها ثم شبه عرض عظامها بألواح التابوت ثم ذكر سوقه إياها بالعصى ثم شبه الطريق بالكساء المخطط لأن فيه أمثال الخطوط جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي الجمالية الناقة التي تشبه الجمل في وثاقة الخلق والوجناء المكتنزة اللحم أخذت من الوجين وهي الأرض الصلبة والوجناء العظيمة الوجنات أيضا والرديان عدو الحمار بين آريه ومتمرغه هذا هو الأصل ثم يستعار للعدو والفعل ردا يردي والسفنجة النعامة تبري تعرض والبري والامبراء واحد وكذلك التبري والأزعر القليل الشعر والأربد الذي لونه لون الرماد يقول أمضي هممي بناقة تشبه الجمل في وثاقة الخلق مكتنزة اللحم تعدو كأنها نعامة تعرض لظليم قليل الشعر يضرب لونه إلى لون الرماد شبه عدوها بعدو النعامة في هذه الحال تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي باريت الرجل فعلت مثل فعله مغالبا له والعتاق جمع عتيق وهو الكريم والناجيات المسرعات في السير نجا ينجو نجا ونجاء أي أسرع في السير والمور الطريق والمعبد المذلل والتعبيد التذليل والتأثير يقول هي تباري إبلا كراما مسرعات في السير وتتبع وظيف رجلها وظيف يدها فوق طريق مذلل بالسلوك والوطء بالأقدام والحوافر والمناسم تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي التربع رعي الربيع والإقامة بالمكان واتخاذه ربعا والقف ما غلض من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلا والجمع قفاف والشول النوق التي خفت ضروعها وقلت ألبانها الواحدة شائلة بالتاء لا غير وأما الشول جمع شائل من شال البعير بذنبه إذا رفعه يشول شولا ويقال منه ناقة شائل وجمل شائل والشول الارتفاع ويعدى بالباء والإشالة الرفع والارتعاء الرعي إذا اقتصر على مفعول واحد أعني الرعي والحدائق جمع حديقة وهي كل روضة ارتفع أطرافها وانخفض وسطها والحديقة البستان أيضا سميت بها لإحداق الحائط بها والإحداق الإحاطة والمولي الذي أصابه الولي وهو المطر الثاني من أمطار السنة سمي به لأنه يلي الأول والأول الوسمي سمي به لأنه يسم الأرض بالنبات يقال ولي المكان يولى فهو مولي إذا مطر الولي وسر الوادي وسرارته خيره وأفضله كلأ والجمع الأسرة والأسرار والأغيد الناعم الخلق وتأنيثه غيداء والجمع الغيد ومصدره الغيد يقول قد رعت هذه الناقة أيام الربيع كلأ القفين وأراد بهما قفين معينين معروفين فيما بين نوق خفت ضروعها وقلت ألبانها ترعى هي حدائق واد قد وليت أسرتها وهو مع ذلك ناعم التربة وصف الناقة برعيها أيام الربيع ليكون ذلك أوفر للحمها وأشد تأثيرا في سمنها ثم وصفها بأنها كانت في صواحب لها وهي إذا رأت صواحبها ترعى كان ذلك أدعى لها إلى الرعي ثم وصف مرعاها بأنه في واد اعتادته الأمطار وهو مع ذلك طيب التربة وقوله حدائق مولي الأسرة تقديره حدائق واد مولي الأسرة فحذف الموصوف ثقة بدلالة الصفة عليه تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل الروعات أكلف ملبدي الريع الرجوع والفعل راع يريع والإهابة دعاء الإبل وغيرها يقال أهاب بناقته إذا دعاها والاتقاء الحجز بين شيئين يقال اتقى قرنه بترسه إذا جعله حاجزا بينه وبينه قوله بذي خصل أراد بذنب ذي خصل فحذف الموصوف اكتفاء بدلالة الصفة عليه والخصل جمع خصلة من الشعر وهي قطعة منه والروع الإفزاع والروعة فعلة منه وجمعها الروعات والأكلف الأحمر الذي يضرب إلى السواد والملبد ذو وبر متلبد من البول والثلط وغيره وروعات أكلف أي روعات فحل أكلف فحذف الموصوف يقول هي ذكية القلب ترجع إلى داعيها وتجعل ذنبها حاجزا بينها وبين فحل تضرب حمرته إلى السواد متلبد الوبر يريد أنها لا تمكنه من ضرابها وإذا لم يصل الفحل إلى ضرابها لم تلقح وإذا لم تلقح كانت مجتمعة القوى وافرة اللحم قوية على السير والعدو كأن جناحي مضرحي تكنف حفافيه شكا في العسيب بمصردي المضرحي الأبيض من النسور وقيل هو العظيم منها والتكنف الكون في كنف الشيء وهو ناحيته والحفاف الجانب والجمع الأحفة والشك الغرز والعسيب عظم الذنب والجمع العسب والمسرد والمسراد الإشفى والجمع المسارد والمساريد يقول كأن جناحي نسر أبيض غرز بإشفى في عظم ذنبها فصار في ناحيته شبه شعر ذنبها بجناحي نسر أبيض في البيض فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد قوله فطورا به يعني فطورا تضرب بالذنب والزميل الرديف والحشف الأخلاف التي خف لبنها فشنجت والواحدة حشفة وهو مستعار من حشف التمر أو من الحشيف وهو الثوب الخلق والشن القربة الخلق والجمع الشنان والذوي الذبول والفعل ذوى يذوي وذوي يذوى لغة أيضا والمجدد الذي جد لبنه أي قطع يقول تارة تضرب هذه الناقة ذنبها على عجزها خلف رديف راكبها وتارة تضرب على أخلاف متشنجة خلقة كقربة بالية وقد انقطع لبنها لها فخذاني أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممردي النحض اللحم وقوله بابا منيف أي بابا قصر منيف فحذف الموصوف والمنيف العالي والإنافة العلو والممرد المملس من قولهم وجه أمرد وغلام أمرد لا شعر عليه وشجرة مرداء لا ورق لها والممرد المطول أيضا وقد أول قوله تعالى صرح ممرد بهما يقول لهذه الناقة فخذاني أكمل لحمها فشابها مصراعي باب قصر عال مملس أو مطول في العرض وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لزت بدأي منضدي الطي طي البئر والمحال فقار الظهر والواحدة محالة وفقارة والحني القسي والواحدة حنية وتجمع أيضا على الحنايا والخلوف الأضلاع الواحد خلف والأجرنة جمع جيران وهو باطن العنق واللز الضم والدأي خرز الظهر والعنق الواحدة دأية وتجمع أيضا على الدأيات والتنضيد مبالغة النضد وهو وضع الشيء فوق الشيء والمنضد أشد من المنبود يقول ولها فقار مطوية متداخلة متراصفة كأن الأضلاع المتصلة بها قسي ولها باطن عنق ضم وقرن إلى خرز عنق قد نضد بعضه على بعض كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطرق سي تحت صلب مؤيد الكناس بيت يتخذه الوحشي في أصل شجرة والجمع الكنس وقد كنس الوحشي يكنس ويكنس كنسا وكنوسا دخل كناسه والضال ضرب من الشجر وهو السدر البري والواحدة ضالة كنفت الشيء صرت في ناحيته أكنفه كنفا والكنف الناحية والجمع الأكناف والأطر العطف والانإطار الانعطاف والمؤيد المقوى والتأييد التقوية من الأيد والآدي وهما القوة شبه إبطيها في السعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة وشبه أضلاعها بقسي معطوفة يقول كأن بيتين من بيوت الوحش في أصل ضالة صارى في ناحيته هذه الناقة وقسيا معطوفة تحت صلب مقوى وسعة الإبط أبعد لها من العثار لذلك مدحها بها ترجمة نانسي قنقر